بحث وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول في القاهرة مع نظيره السوري الدكتور محمد الخليل تنشيط التجارة البينية بين البلدين عبر القطاع الخاص والمؤسسة الاقتصادية تطرق اللقاء الذي عقد على هامش اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي في القاهرة لدراسة توقيع مذكرة تفاهم تجارية بين الجانبين وانهاء القطيع بين البلدين في الجانب التجاري واستعادة نشاط الملحقيات التجارية كان بشكل مبدئي عبر التواصل وكذلك تشجيع التواصل بين الاتحادات والغرف الصناعية والتجارية بين البلدين ومراجعة كيفية احياء مذاكرات التفاهم او الاتفاقية المقدمة كما ناقش امكانية انشاء مجلس رجال اعمال يمني سوري ووضع الخطوط العريضة لمذكرة التفاهم التجارية وفتح باب الاستيراد من سوريا والزيارات المتبادلة للوفود التجارية الخاصة وتشجيع التاجر اليمني للاستثماري في سوريا